للمرة الثالثة خلال هذا العام 2019 أفشلت المهرى محاولة السعودية فرض تواجدها العسكري في مديرية شحن حيث منع أبناء القبائل شاحنات عسكرية من دخول أراضي مديرية شحن وحاث وفق مصادر محلية فإن الشاحنات السعودية أتت من مطار الغيظة بهدف استحداث نقاط عسكرية جديدة وهو ما استفز أبناء القبائل الذين سبقوا أن أفشلوا محاولتين سعوديتين سابقتين للسيطرة على منفذ شحن والمناطق المجاورة له كانت المهرى قد شهدت الأيام الماضية وقفة احتجاجية ضد السجون السرية السعودية وطالب المحتجون بفتح تحقيق حول هذه السجون وإطلاق سراح المختطفين فيها بما فيهم الإعلامي يحيى السواري المحتقز في معتقل سعودي في مطار الغيظة وفق بيان حقوقيين وإعلاميين بالمهرى ما هو واضح أن السعودية مستمرة في تعنتها وهو ما عده مشايخ المهرى استخفافا بحقوق ومطالب أبناء المحافظة الذين قد تدفعهم الرياضة بحسب بياناتهم إلى اتخاذ خيارات مفتوحة لمواجهة النفوذ السعودي ولم يتضح بعد ما هي الخيارات المفتوحة لأبناء المهرى لكن محللين يرون أن السعودية أضحت ملزمة بمراجعة حساباتها بما يحفظ أمنها القومي المهدد من قبل ميليشيا الحوثي وليس من أبناء المهرى كما أنه لم يعد مفهوما لدى سياسيين تجاهل السعودية لخطورة الاستمرار في ارتكاب أخطائها في المهرى لأن ذلك سيجعلها مستقبلا في مواجهة مع العالم كله وليس فقط مع أبناء المهرى